موسيقى نكملوا وقفة الشعب المصري والشرطة وقوات المسلحة ضد الإرهاب اللعين بنكمل معاكم حياتنا وفقراتنا وبنحلم ببكرة ونحلم بكل حيات كويسة نشوفنا حملة 100 مليون اللي بتاعها دي انه 100 مليون واحد يتعالجوا الحاجات دي بتزعج آخرين بتزعج ناس ثانية مش عاوزيننا اللي احنا نكمل لأ هنكمل ونشوف حلمنا من ضمن حلمنا اللي احنا المبادرة مع الدكتور محصر الألفي الدكتور او تروح من الصوصف وتطلع عليك زخانة يقوله خذ الدو ده وتقامل أشعة دي وتخش ما بين دو ده هتقع فريسة الأمراض الدكتور اهلا بيك وكل سنة انت طيب اهلا بسهداء المشاهدين اهلا بالمحور كل سنة انت طيبين والحادثة اللي حصلت هو اختار مش بحكمة اختار غلط اختار ان هو يبقى مع الشر اختار يبقى مع الإرهاب اختار يبقى ضد الإنسانية وضد الوطن اهلا بيك يا دكتور وبنتكلم على مبادرتنا انا انا شخصيا يعني بتكلم عليها كتير انه مثلا نروح ناخد من الاجزخانة تركيبة البرد تركيبة الكيلة تركيبة من غير تحليل من غير الحاجة لنحرك برضو عوص تحذر من كتر اللي انك تعمل أشعات او تعمل تحليل او تاخد أدوية ملاش لازمة اه طب احكينا بس المبادرة بسرعة ابتلت المبادرة سنة 2012 من امريكا حقيقة مش من عندي تمام وابتلت تنتشر في امريكا وكندا ووروبا وانضم لها حوالي 20-30 دولة واتمنى ان مصر تنضم لها الولايات المتحدة البلد الغنية لقيت ان 30% من التحليل والاشعات والعلاج ليس له اي فائدة وفي بعض الاحيان يكون له ضرر احنا بالنسبة لنا اهم حاجة منع الضرر عن الطفل او المريض ده الهدف الاولاني الهدف التاني انه مدخلوش في بلبلة مدخلوش في قلق ملوش لازمة ما عملوش تحليل ما عملوش اشعات ما دلوش علاج مش هيستفيد بيه وقد يضره وبعند في الاخر بقفر عشان ادي فرصة للمريض المحتاج اللي هو يقدر ياخد الدواء اللي التاني اخده بدون اي فائدة بس عراق انت كده يعني حوارك وهدف هزم مدره هل الاهالي ام الاطباء لاتنين لاتنين لان هو المريض دايما مستسلم زي ما بقول لها حضرية اما عايز يقفر اجر الطبيب او مكسر يروح المستشفى فبيروح الصيدلية يطلب اي حاجة او يروح يعمل تحاليل التحاليل جزء منها في المشكلة ايه انه بتلاقي التحاليل نقول تحاليل من التلاث ا اربعه اللي هيعملهم بيطلع فيه غلطة يروح لدكتور يقول له التحاليل فيه حاجة لازم نعمل تحاليل اكتر ويدخل في دوامة من تحاليل لتحليله من اشعة الاشعة نلاقيه تكرار الاشعات خاصة الاشعات المقطعية يعني الاشعات العادية الرادين المغناطيسي موجات صوتية والاشعات المقطعية اختاروا من الاشعات المقطعية تكرارها بدون داعي خطأ جسيم وانا اهدي لحضر لك خمس امثلة في امراض طب الاطفال وانا اهد خمس امثلة في امراض دم الاطفال هنبتدي بامراض دم بس اعلا قبل امراض طب الاطفال الحركة ممكن تبكلمك تليفونيان على المبادرة قلتلي لو خد عشر اشعات وربع تمام هو الفكرة انه ما عملش حاجة مالهاش لازمة يعني لو عمل عشر اشعات ممكن يجيله كنسر يجيله سرطان اه بيكون اكثر عرضة يعني اي حد فينا ممكن يحصل له سرطان مع العمر لما يكبر اللسب دي بتزيد مع جرعات ضخمة من الكورتزون مع جرعات ضخمة من ادوية كتيرة مع الاشعات المتكررة خاصة الاشعات المقطعية بتزود احتمالية الاصابة بالاورام او السرطان اربع اضعاف خمس اضعاف من الشخص الذي لم يتعرض الى هذه الاشعات تمام فاحنا بنقول ان الطفل بيروح للسقبال وعنده حساسية على صدره او عنده التاب رئوي فيروسي وده منتشر في البرد ده وده منتشر في المقوة ده عايز السيزون بتاعه لما يروح للسقبال والحالة واضحة لا داعي لعمل اشعات على الصدر ان هو بيسمع بالسماعة بيشخص الحالة لا داعي لعمل اشعات يا دي اول بنت تاني نحن هنقلب نظام الطب في مصر كده دكتور ده كل واحد بيروح معي ابن اقول لك انا عاوز اتطمن اعمله اشعات عايز اعمل اشعات وعايز اعمل تحليل الحاجة التانية لما يقولوها الطفل عنده اه 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 التاب رئوي فيروسي ما ياخدش موساعات شعب الموساعات الشعب في اقل من عمر سنة ليس لها اي فائدة وقد تضره وقد تؤثر على القلب يبقى ممنوع موساعات الشعب اقل من سنة في حالات للتهاب الرئوي فيروسي ده نمرة اتنين تماما نمرة ثلاثة لما بيدخل طفل احنا عارفين في حاجة زي المشبك كده بتقيس الاكسوجين اه اه فبتبقى اه الدكتور عايز يطمن على الاكسوجين في الدم يعمل ايه يحط له المشبك ده ويعلقه فيه اذا كان هو ما بياخدش الاكسوجين او ما عندهوش نقص شديد في الاكسوجين لا داعي اللي هذا التكنيك او هذي التكنولوجي استخدمة اوفرها دي لما عطاها فيه مشكلة بالنسبة له لا بلا فائدة ملاش فائدة احنا اتفقنا ان فيه حاجاتها تعمل ضرر زي موساعات الشعب فيه الالتهاب الرئوي الفيروسي زي الكورتزون في حالات الالتهاب الرئوي اقل من سنتين له ضرر بالغ وممكن يؤدي الى يعني والاهال يعني ما عرفوش هو ما يعرفش الاب الاهال يعرفوش والدكتور للأسف اللي بيشتغل لوحده يعني اللي بيشتغل في مستشفى بيقالوه حد اكبر اخصائي واستشارف وايه بيعلمه انما المستوصفات والعيادات اللي تحت فيه للسلم والاماكن اللي هي بعيدة ونائية احنا بجلنا حالات يا دكتور طارق بقالها خمس سنين على كورتزون علشان الحاجة الخمسة نقص الصفائح الدموية المناعي اول حاجة يديهاله يديه حاجه اسمه ايفي اي جي ايفي اي جي ده حضرت خطبت الهيزة دي والله أنا وقت وزارة الصحة السابقة خطبت يعني خطبت الوزير اللي كان موجود عشان كان عين شمس مع حضرتك فانت كنت عارفه أكيد إنما الدكتورة الحليمة دي كويسة عاملة شغل كويس شغل ممتاز الحقيقة والمبادرة العظيمة اللي اتعاملت ان احنا نقضي فعلا على فيروس سي زي ما قضينا على البلهرسيا احنا قضينا على البلهرسيا ستينات وسبعينات كان عبدالحايم حفص أشهر مطرف في مصر توفى من فشل في الكابل نتيجة البلهرسيا وكان معاه فيروس سي الناس اللي ما تعرفوش إنها مصورة من البلهرسيا بس البلهرسيا فيروس سي فيروس سي أول دراسة مهمة عملت أنا عملتها سنة 89 أول ما نزل التحليل بتاع فيروس سي عملت لجميع المتبرعين بالدم هذا الفيروس ولقينا إن في نسمة موجودة بين المصريين ولكن حقيقة لأنها نشرت في مصر لم تحظى بالصدى الحمد لله دلوقتي وإحنا في عام 2019 بنتكلم على حديث منظمة الصحة العالمية على ما قامت بيه مصر من علاج فيروسية لأنه نتكلم عليه النهاردة يعني أنا في هذا التوقيت البرد الشديد ناس كثيرة بيجي لها برد يروح للأجزخانة يقول له الديني تركيبة إيه رأيك في دي أو الديني محليل يعني اللي بتكلم عليه ده زميلنا بياله برد فالدكتور علق له محليل وخد علقه في البيت يعني دي شيء مش موجود في العالم يعني ما فيش أي حاجة زي كده في العالم وعلى النقيد بقى يعني أنا النهاردة كنت بتغدى مع حفيد أختي هو عايش في كندا مراته بقيت حامل حابوا يروح المستقشف فاكرين أنهم عقابلوا والدكتور نسى أولادة زي هنا تمام اللي قابلوا فني أشعة عملوا مبات صوتية لمراته وقال في حمل وبعتوا على الممرضة الممرضة ديتهم الإرشادات المطلوبة طبعا احنا عايزين نشوف دكتور لشي احنا مسافرين مصر النقاط دي يعني أجازة نهاية العام فقيت له الحقيقة احنا ما عندناش نظام انه دكتور يشوفها وما نتوقع الشرعات لما تقول الدكتور يشوفها فالحقيقة احنا عايزين مزيد من التدريب للتمريد بتاعنا مزيد من الثقة في التمريد بتاعنا مزيد من الثقة في الأطباء بتاعنا أنا هدي يا حضرك مثال تاني من عشر سنوات أنا كنت في أمستردام وأحد قريبي كان في الخارجية ومراته راحت توجهت للمستشفى كان حمل وكان فيه شوية مرص ومشاكل وكده اللي شافها مساعد ممرض واحد دبلوماسي في الخارجية المصرية بيروح لاستقبال في مستشفى كبرى مستشفى الملكة اللي هو المفروض مراته هتولد فيها من الساعة 11 الصفر عالت 8 بالليل ما فيش طبيب كشف عليها ساعة 8 استدعونا بعد ما التحليل طلعت طلعت أنا وزوجها للدكتورة طبيب مقيم ما هيش أستاذ مش استشالي مش أخصائي وقالت هنعمل موجات صوتية عملت موجات صوتية قالت الأمور كويسة هنبيتها تحت الملاحظة وتيجو بكرة تاخدوها وتروحه تخيل احنا أي مريض بيدخل الدمرداش أو الأصل العيني خارج بتقوله إيه اللي دايقك يقولك أنا ما قبلتش ناك غير دا كثرة صغيرين برغم أنه لازم عد عليه معيد ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ إنما الحقيقة عايزين وعي برضو عند المواطن المصري أنه هو في الآخر هو اللي بيروح يعمل الأشعة يقولك ما والدكتور اللي قالها والدكتور اللي كتب التحليل والدكتور اللي كتب الأدوية أنا أقول له حضرائك لا ده فيه ناس بتتخانق على فكرة أنا سرحت مع الدكتور لأنه إحنا كده هنلقبط نظام الصحة في مصر نطلب بقى تغيير السقبال يعني إحنا مثلا لو لو في حد صديق راح لمستشفى مقبلش الدكتور ده إحنا نشتيك نكتب شكوى للنقابة وروح يتخاني أقولك مفيش دكتور قابلني الدكتور محسن بيقول كلام يمكن هناك مع رسوخ السيستم الصحي والعدد الأليل غير الأعداد الكثيرة هنا لأنه حتى فيه أزمة ثقة عندنا لازم يشوف الدكتور أطمئن لكن يا دكتور عاوزك وإحنا في هذه الفقرة وإحنا مش برنامج طبي برنامج تنوير اجتماعي أنا مهتم بهذه الفقرة عشان أهل بلدي اللي بياخدوا جرعات وياخدوا أي دوا خد أنتبيوتك وخد وخد وممكن يدمروا أجهز المناعة بالنسبة للأطفال عاوزك حارك تقول لي بإيجاز المطلوب إيه من وزارة الصحة أولا ونقابلها طباء وبعاك ينكلم من وطنيين يعني هكقول لي رسالة منك لوزارة الصحة ونقابل الأطباء أنت تطلب إيه والله أنا بطلب من الوزارة وده هي اللي ابتديها يبقى لها سنوات إنما يبقى أكتر من كده إنه أطباء العيادات الخاصة والمستوصفات الأطباء اللي بيشتعلوا داخل الوزارة في كتير أطباء طبيب حر ما بيشعلش في الوزارة ده اللي إحنا عايزين دول يبقى لازم لتجديد الترخيص بتاعه يحضر دورات تدريبية وليس يعني حضريك بتلاقيه مقدم على دبلوم أو ماجستير ويعني بينتحر عشان ياخد الشهادة عشان يحطها علشان يبقى اسمه أخصائي إنما أنا اللي يهمني ويهم المواطن والمريض إنه هو يبقى كواليفايد إنه هو مؤهل إنه هو مؤهل إزاي هيسمعني كأستاذ طب أطفال وأمراض دم هيسمع الدكتور بتاع الأمراض الصدرية بتاع الكلا بتاع كذا ومرة في اتنين في تلاتة ولابد إنه هو في السنة يحضر مثلا عشر دورات تدريبية كل دورة بأيوم أو يومين جزء الدولة دفعية وزارة صحة دفعية جزء بهو دفعه عشان تجديد الترخيص بتاعه طبعا أنا ما عنديش أرقام مع أعداد الأطباء بس في جماعة خاصة دلوقتي لا لا ماتين وعشرين ألف كم؟ رقب معروف ماتين وعشرين ألف ممازين يدربهم ماتين وعشرين ألف من ضربهم إزاي؟ لازم يدربوا الجامعات تستطيع أن تستويب الجامعات المسلمية بقى ده أضافت ده للمناهج التعليمية والدكتور خالد عبد غفار صديقك من جامعة أين شمس يعني فممكن ده يضاف كلها الطب بقى يعني وقت لما كان بيتكلم على النهضة اللي حصلت فيه النشر العلمي في السنة دهية وأن مصر هي أعلى دولة حققت زيادة في معدل النشر العلمي والناس أخذت الموضوع بشيء من الحساسية إحنا لابنقول أن إحنا زاد السنة دي 2018-15% عما نشر في 2017 دي حقيقة بلاد أخرى زالت 10%-5% بلاد ما زالتش بلاد نقصت يعني أنا أقول لحضرائك أهم دوريات في العالم اسمها New England Journal of Medicine ده بيطلع من جامعة هارفورد تمام أكتر من واحد أنا نشر فيها وأكتر من واحد في جامعة أين شمس جامعة اسكندرية نشرين فيها الكلام ده ما كانش بيحصل من 10 سنين بتدى يحصل بقى فيه أهمية كبيرة لمشاركتنا فيه الدراسات العالمية والأرحاث العالمية طبعا يعني الطب كل ما هو جديد والطب إحنا سمعنا أن الآيفون هيبقى الدكتور القلب وطبيب عمليات هيتابع ده خلال السنة دي أو السنة الجاية لكن حدثنا ومبضرتنا الإصراف في أنك تاخد أدوية أو أنك تعمل أشعات أو التحاليل نفسيها طب حركة تنصح بإيه الأب والأم إحنا عايزين نتكلم أه الأب والأم إحنا حضر لك من أكبر المشاكل عندنا في مصر الأنيميا أهم ثلاث أسباب للأنيميا في مصر أنيميا نقص الحديد والسبب الرئيسي لها في الرضع يعني كل عمر وله أسباب رئيسية في الرضع أنه هو بيستمر على اللبن سواء لبن الأم أو أي ألبان بضرة أو ألبان خارجية لمدة سنتين دون ما ياخد حديد إحنا بنفاجأ بحالات ولاد ناس زوج مستوى اجتماعي وثقافي عالي المبادرة العظيمة طاعت وزارة الصحة أنه عند سن سنة بيعمل له شكة من الصباح ويعرف نسبة المجلوبين واللي يوم جايين جاري على المستشفى أو على العيادة يقول لك أنا لقيت ابني خمسة جرام ستة جرام اللي هو يعني نص عايش ويبقى هو يعني شايفه بهتان وشايفه ما بيأكل شي وما بينام شي في علامات أنه يبدو أنه عنده ضعف كده يعني أنت تبادر برضو خلي بالك وفقرتنا دي فقرة توعية لكل أب لكل أم لكل الأهالي اللي بيشوفونا مش مهم المستوى المادي إيه المهم المعرفي إيه مش مهم أنت بتشتغل إيه مهم تربي وتخاف على ولدك إزاي دكتور هنعيد تاني في نهاية الفقرة دي بالنسبة للأسر الأهالي تعمل إيه لو أشعاعات كتير هيعمل إيه طبعا أنا رحت المركز إزاي وراحت العيادة دي وراحت مستشفى دي كل واحد طالب أشعاع عامل إيه دي جزء مهم طبعا أنه ساعات الدكتور لما بتروح له بأشعاعات يقولك الأشعاعات مش حلوة يقولك عملها عندي في المركز يعملها عندي في المركز أو عندي غيري يعني بساعات ما تقلش القضية كده أو عملها في المركز وده يعيدها وده يعيدها وده يعيدها وكله على دماغ العيان إنما النقطة اللي كتبوا له حضركة عليها يبقى دي هانيمية نقص الحديد وفي السن بقى البنات الدورة الشهرية والغزيرة بتسبب مشاكل كبيرة جدا في أعدادي وسنوي البنات يقومش منكزين يقومش حلوين طبعا ضعف بيجيلهم يقومش شعر إلى آخره الحاجة التانية المهمة جدا أنيميا الفول أنيميا الفول عشرة في المية من الأطفال المصريين الذكور عندهم أنيميا فول واحد في المية من الناس عندهم أنيميا فول وطبعا احنا داخلين على موسم الفول الحراتي بيروح المستشفى بضرجة أنيميا مختلفة ممكن يروح عنده 8 جرام يدوله دم 7 جرام يدوله دم 6 جرام يدوله دم ما بنديش نقل دم غير لما الهجربين يقل عن 6 جرام فكل اللي بياخد هو 7 و 8 ده كمية دم بتستهلك أكتر من 25 ألف وحدة دم بتستخدم عشان الأنيميا التكسيرية بسبب ما يعرف بأنيميا الفول وده نقص إنزيم في كرات الدم الحامرة على الأقل 50% منهم ما لهمش لازم أفضل كيس دم اللي ما ياخدوش المريض يعني المريض بيدنه أفضل كيس دم ما ياخدوش المريض أنا أعرف في كثير مشفات عشان حد يعمل عملية يقوله جيب لي 9 أو 10 أعملوا تبرق بالدم قالت خير حضرتك أنه مقياس نجاح عمليات القلب القلب المفتوح دلوقتي هي خد دم ما قد إيه في العملية أصبح دلوقتي إنه الماكسيمم كيس دم في العملية الأول كان يقوله 25 كيس دم 25 كيس دم فأحد مقاييس نجاح العملية مش بس إنه عاش 5 سنين أو عاش 10 سنين أو عاش 20 سنة لنتائج معلنة إحنا جامعة إن شمس جميع نتائج الجراحات وزرع النقاع وكذا مسجلة على الويب سايت بتاع جامعة إن شمس تستشفى الأطفال الجديدة يا صرحة عظيم الحقيقة شارك المحور فيه من سنوات جينا معاكو كتير يا دكتور كمان في جامعة إن شمس كنا معاكو كتير إحنا في المسيشفى الأطفال الزيارات متكررة ودعم الحقيقة متكرر من المحور ومن الدولة ومن المتبرعين إحنا فيه جهات كتيرة بتتبرع علينا الحقيقة الشيخ الأزهر بيتبرع ودكتور علي جمعة المجموعة بتاعته بتتبرع مصريات الصلاة بتتبرع والحقيقة الخير في مصر دائما واللي احنا شفناها في 57 والنهضة اللي عملتها حواليها رفعت مستوى علاج أو رامل أطفال في مصر هي واللي حواليها يعني انها جامعة عين شمس استفت من ارتفاع مستوى لأنه لما بقي حقق النسة بنجاح 80% بقى مفروض عليها أنا كمان حقق 80% فاحنا بنحقق 80% لا السيس مرولز اللي عملت 57 مهما كان فيه بعض الناس تتكلم 57 صرح طب كبير كلية الحظ والشرف يكون احد الفريق الكبير جدا الاف اللي احنا بنينا هذه المستشفى واللي عملت وعي طبي بنكمل رسالتنا واحنا مع الدكتور محصر الألفي بيصير قضية تبدو للبعض انها مشكلة طبيب او مشكلة وزارة الصح لا ايها مشكلة مواطن ولادك ازاي تعالجهم ازاي ما فيش اسراف في الدواء ازاي تروح لطبيب مختص يديك قليل من الدواء وكثير من الحكمة مش اي حاجة تديهم مضاد حيوي كمان كنت بشوف اهالي بيرشوا كده الحاجات عشان الحشرات عشان نمستين ويجيب له حاجات تيجي للدم فشل في النقاع فشل في النقاع كنا بنكلم فيها اهم سبب لفشل النقاع الاسمدة اللي تتخزن في البيوت في الارياف او الرش ده والموبينات الحشرية ده يعتبر السبب الرئيسي لفشل النقاع وهو مرض خطير من الحاجات المؤسفة كمان في بعض السيدات لسه بتتستخدم البطاس لسه في حالات في مستشفى ابو الريش للاطفال وعندنا في الدرس بخدين البطاس وعندوكو اكيد ازاي احنا في 2019 دكتور محصر الالف عازك تقول رسالة اخيرة في اختام هذه الفقرة اللي باعتبرها انسانية باعتبرها توعية باعتبرها لكل طبيب لوزيرة الصحة لنقيب الاطباء للسيادلة للاطباء الشباب اللي بيحبوا مصر للأهالي اللي عندك طفل وطفلة عاوز خاف عليه تقول ايه كده في اجازة نوجز الفقرة والله انا عايز انابه بالنسبة لي آنيميا البحر المتوسط المعروفة بالسلاسيميا تمام الدولة مشكورة طلع قانون من مجلس النواب منذ سنوات المفروض ان هو اللي بيتابعه المأزون فاحنا ده بنوجه يعني نداء لشيخ الازهر انه قد يكونوا هم تابع وزارة العدل او تابع انما يعني احنا انا بوجه خطابي لشيخ الازهر انه لابد ان المأزون يتأكد بان التحليل اتعملت قبل الزواج ده مهمة جدا على فكرة ما يكتفيش بورقتين في ده موجودين عاوز بسا قطع عددك الحلقة اللي فاتت جبنا تمانية من ام واب واحدة تمانية معاقين لو عملوا التحليل ده اللي الدكتور محصم بيقول عليه بقاش فيه تمانية معاقين وولادهم يا بتتكلم على اجيال بتتكلم على مية مليون صح يعني ده مهم جدا اللي هو تحليل قبل الزواج تاني حاجة انيميا الفول مش معقول لغاية دلوقتي انه ده هيتعمل بالشكة زي بالضبط الغضة الضلقية وزي مرض خطير جدا اسمه في نايل كيتونوريا بقى يتعمل له تحليل الولد ميبقاش معاق فانا مش متخيل انه سنة 2019 تحليل بتاع انيميا الفول وهو ما يكلفش اكتر من 5 جنيه او 10 جنيه عند الولادة يتعمل للذكور هوفر 25 الف كيس دم كل سنة ممكن اكون محتاجهم في حاجات كتير اهم من كده يعني تحليل اجباري في المصفات ومصفات الولادة سواء خاصة او عامة يتعمل التحليل بتاع انيميا الفول اذا لو فيه 2 مليون بيتولدوا والتحليل هيبقى ب10 جنيه بنتكلم على 20 مليون يعني الحملة العظيمة بتاعت 100 مليون صحة سكر عرفنا دلوقتي في 22 مليون اللي يتعملوا تلاقيهم بقوا 25 مليون ما شاء الله تعرف سكر قد ايه ضغطة قد ايه سمنة قد ايه مش بس فيروسي وكمان هيتعمل المبادرة العظيمة اللي اتعاملت للاطفال مع وزير التربية والتعليم ما هتعمل في الجامعة مع وزير التعليم العالي اللي هي رياضة 10 دقايق يعني ده معمول في امريكا انه انقذوا حياة البشر يا جماعة انقذوا حياة المصري 5 ورين ديه وخمس زي الولد وهو واقف بيعمل بس كده وانه بيأكل صمرت فكهة او خضار مش لازم التواطم لما تبقى غالية ما هو بالخيار بيبقى رخيص والبرتقان دلوقت في رخيص مش عارف يبقى كذا يعني صمرت فكهة ورياضة ربع ساعة وبلاش قعدة على التليفون والكمبيوتر والبتاع والحيات دي يبقى نص ساعة ساعة في اليوم بكتير يبقى على الأل يعني ضمانة مستقبل لأولادنا أحسن المشكرك يا دكتور وامتحياتي ليك هذه المبادرة العظيمة اعقل تروى فكر نتي تعمل تحليل لولادك ابنك عنده برد او انت عندك برد بلاش الجرعات بتاعت الأجزخانة ولا واحد ماشي يقولك خد واحد دين تلات لا وقال له الأشعاعات قال له التحليل زي ما الدكتور مخصر المضادر حيو هدريك بتقول ايه المبادرة اللي طلبها من وزارة الصح ودي حاجة بيحتاجها تشرية المضادر حيو هل تعلم حضرك انه امريكا لا يصد طبعا بيتصرف المضادر حيوي بالرشدة تمام انما كمان الدكتور ما بيكتبش المضادر حيوي لما عملوا بروجرام في كاليفورنيا انه عملوا توعية للدكاترة وابتدأ يبقى ما فيش مضادر حيوي من غير ما يتعامل مسحة وتطلع في ساعتها ده ميكروب ولا فيروس ياخد المضادر ولا ما ياخدش والمضادر بيكتب بالاسم العلمي عشان ما يبقاش فيه فرصة لاي يعني ايه ان الشركات تطلط على بعض الأطباء وكذا يبقى المضادر حيوي يستخدم في قد ايه بالكتير 10% من حالات السخونية الـ 90% منها فيروسية 10% ميكروبية لو في عطس الميكروب ياخد مضادر حيوي الميكروب ياخد مضادر حيوي انا عرف الناس كل موحد يرعو اخد مضادر حيوي مش عارف ايه ياخد مضادر حيوي مع العطس ممنوع المضادر حيوي مع المناخير اللي سايبة دي ممنوع المضادر حيوي لان دي فيروسية وكتير منها يعمل بقى كل اللي بيعتصوا بياخدوا مضادر حيوي ده مش لبه سيداني لا يا جماعة المضادر دي اعالوا فيه ايه ده مضادر حيوي ده مدمر نهدى شوية مشكرك يا دكتور وتحياتي ليك تحياتي الاخوان المسيحيين في عيدهم لكل المصريين مناسبة السنة جديدة وللمحور والحضرتك كل ساعة شكرك الصديقي الغالي الدكتور محصر الألفي أستاذ أمراض دم الأطفال في جامعة عين شمس المنسانوات بنقابله بيكافح بيحمل رسالة بيحمل هذه المضادرة من أمريكا من سنوات نتمنى ان شعب المصري كله وزارة الصحة لقبة الأطباء السيادلة الممرضين الأهالي دواعي فاصل ونكمل معاكم لسعادة عنوان ومكان يبعتوننا على طرق علام تيفي أو برنامج هو ده قناة المحور ونكمل معاكم بعد الفاصل نشوف مشكلة المخدرات واللي هياخد معنا كرسي كهرباء والسمنة حاجات كتيرة يا رب نلحق فاصل ونكمل معاكم